موسيقى إلى طبعة اليوم مشاهدين أحييكم وإليكم أهم وأبرز ما جاء في الصحفة المحلية العربية والعالمية لهذا اليوم من عنوين بارزة نبدأها كالعادة من الصحفة المحلية بعد هذا الفصل موسيقى مشاهدين نبدأ من صحفة الصباح أهم وأبرز ما جاء فيها لهذا اليوم مساعدات جديدة للعراق من منظمة الصحة العالمية والبرلمان يجدد رفضه المساسة برواتب الموظفين تعزيز التعاون بين العراق وإيران في مجال الطاقة جاء فيها مجلس النواب يطالب الحكومة الإسراء بإرسال الموازنة إذن كتبت الصباح اتفاق مرتقب بين بغداد وموسكو لتوريد مضاد لفيروس كورونا ووزير العمل يؤكد الاتفاق مع الرافدين لتوزيغ الإعانات شهريا إلى صحفة الزمان مشاهدين نقرأ فيها الكاظم حلول الأزمة الاقتصادية لن تكون على حساب ذوي الدخل المحدود ونقرأ فيها إذن أنقرة تغيد افتتاح معبرين حدوديين مع العراق وإيران الفرلمان يلزم الحكومة إرسال الموازنة ويوافق على إدراج قانون التقاهد الأقليم يسجل قفزة بمستوى حالات كورونا والبرزان يدعو المواطنين لتحمل المسؤولية أما النجف تطالب بمنح ذوي شهداء التظاهرات أرض سكنية الصحة تطالب بحماية ملاكاتها بعد اقتحام إحدى مؤسستها في ذقار والأنواء الجوية تقص صح والحرارة تنخفض عن 43 درجة وأحزة أضية بقوة 5 درجات تضرب الحدود مع إيران مشاهدين هذا برزمان جوع في الصحف المحلية نتقل إلى عنوين الصحف العربية والعالمية نبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية منها المغرب لاوفيات بكورونا خلال 24 ساعة الماضية أفدت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الأربعة بتسجيل 56 حال إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد وعدم تسجيل وفيات خلال 24 ساعة الماضية وعشر منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة في بيان يومية إلى شفاء 456 حال من مرض كوفيد ناينتين الناجم عن الفيروس خلال الفترة نفسها وأشار إلى استقرار نسبة الوفيات الناجمة من هذا المرض حيث يشكل معدل الإيمات حاليا 2.6% ومن الدستور الأردنية من العراق تحديد أنهزة أرضية تضرب محافظتين والسلطات تدعو للحذر أعلنت وزارة النقل العراقية أنهزة أرضية ضربت العاصمة بغداد ومحافظة ديالا المحاذية لإيران قالت الوزارة في بيان إن مراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت حدوث هزة أرضية اليوم في تمام الساعة 11.16 دقيقة بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر وأشارت إلى أن الهزة الأرضية حدثت في شمال مهران بمنطقة إيلام الإيرانية تبعد مسافة 47 كيلومتر جنوب شرق مدينة مندل في محافظة ديالا العراقية ومن الاتحاد الإماراتية نقرى الصحة العالمية تصرح كورونا يتراجع بشكل منحوظ لتابع المزيد قالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات الإسابة التي تسجل يوميا بمرض فيروس كورونا أخذ في الانخفاض بشكل مطرد في مناطق غرب أوروبا دون المناطق التي تمثل بؤرا ساخنة للمرض في روسيا وأوروبا الشرقية قالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في إفادة صحفية نشهد تنجعنا في عدد الحالات في غرب أوروبا في الوقت الحالي ورغم أنه لا يحدث بواتيرة سريعة فإنه مبانغ في الحالات الجديدة التي يجري تسجيلها يوميا أن عدد الحالات الجديدة لا يزال كبيرا لكنه أخذ في التناقص باستثناء روسيا وأوروبا الشرقية حيث لا نزل نشهد ارتفاعا هناك وأخر الصحف العربية من صحيفة الرأية الكويتية منها تركيا لا تعتزم تمديد أوامر البقاء في المنزل مع تخفيف قيود كورونا قال وزير الصحة التركية أمسن فريقه لن يوصي بتمديد أوامر البقاء في المنزل خلال العطلات الإسبوعية المفروضة منذ نحو شهرين ذلك مع موصلة الحكومة تخفيف الإجراءات الرامية لأحتواء جائحة فيروس كورونا واتخذ تركيا سلسلة إجراءات لمكافحة التفشي منذ الحادي عشر من شهر نيسان شملت العزل العام في العطلات الإسبوعية وإغلاق المساجر والمطاعمة وتقييد السفر بين المدن وإجراءات أخرى وقال وزير الصحة فخر الدين قوتي بعد اجتماعا لفريقه المختص بمكافحة الفيروس إن قوات العزل العام التي من المقرر أن تنتهي في السادس من شهر حزيران يمكن أفرضها مجددا في أقاليم محددة بناء على معدل العدو الذي تراجع كثيرا في الأسابع الأخيرة وإلى الصحف العالمية فيها من صحفة الانديبندنت نطلع وزير بريطاني يخضع لفحص الكشف عن كورونا للتصويت وسجلت بريطانيا ارتفاعا ملموسا جديدا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حيث تم رز 359 حالة جديدة كما أفدت وزارة الصحة البريطانية برز 1871 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي فقط ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 279 ألف إصابة أما صحيفة واشنطن بوست ومنها احتجاجات سنمية في أمريكا بعد توجيه اتهامات لرجال الشرطة في وفاة فلويدا احتشد ألاف الأشخاص في لوس أنجلس ونيويورك وواشنطن ومدن أخرى في احتجاجاتنا بدت سلمة مساء يوم أمس الأربعة وفي نيويورك تجمع مئات الأشخاص في وقفة سنمية صامتة احتجاجا على وفاة جورج فلويدا وهو أمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة وبدأ الحجد في التفرق مع اقتراب موعد حظر التجول في المدينة جاء ذلك بعد أن وجه المدعي الهام بولايات من السيطة الأمريكية اتهما بالقتل من الدرجة الثانية بحق الشرطية السابقة قيد الأحتجاز واتهم ثلاثة رجال الشرطة السابقين أخرين بالمساعدة والتحريض في وفاة جورج فلويدا ومن الصحف العالمية أيضا صحيفة داني مال فيها وزير خارجية إيطاليا يؤكد ضرورة وضع معايير موحدة للحركة والتنقل في القارة الأوروبية أكد وزير الخارجية وتعاون الدولية لطليل ويجي ديمايو اليوم أمس الأربعة ضرورة وضع معايير وقواغد موحدة للحركة والتنقل في القارة وخلال زيارة مقر هيئة الدفاع المدنية الإيطالية مع نظيره الفرنسي جينيف لودريانا قال ديمايو في مؤتمر صحفي نعقده الوزيران بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روماين إيطاليا اليوم إذا تنهض مجددا فهي تفعل ذلك أيضا بفضل أصدقائها الرائعين مثل فرنسا والختم في العالمية مشاهدين من صحيفة دي تليغراف ومنها وزير الدفاع الأمريكي السابق صرح ترامب يسعى لتقسيمنا عم تن اتام وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسعي إلى تقسيم الولايات المتحدة وهجم ماتيس مساء الأربعات ترامب بسبب ما واصفه بمحاولة تقسيم الأمريكيين عمدنا موجها التحية إلى أولئك الذين يطالبون بالعدالة بعد مقتل الشرطة لجورج فلويدا وقال دونالد ترامب وهو أول رئيس في حياة لا يحاول توحيد الشعب الأمريكي ولا يتظهر حتى بمحاولة فعل هذا بل إنه بدلا من ذلك يحاول تقسيمنا مشاهدنا إلى أخبار الاقتصاد ومن صحيفة الرياضة السعودية تحديدا نقرأ خسائر كبيرة للسياحة في زمن كورونا أكد خبرين القطاع السياحي يشهد أسوأ أداء له في نحو سبعة عقود وإنهي عشرة أعظام من النمو المتواصل إذ كان هناك نحو مليار ونصف المليار سائح يجبون العالم سنويا ذهبا وإيابا في جميع أوقات العامة لكن جائحة كورونا غيرت حسابات وخطط الجميع بالنسبة للسفر والرحلات السياحية ورغم توجه الدول إلى إعادة الفتح التدرجي لحركة الطيران والأنشطة المختلفة فإن حركة السياحة لن تعود كما كانت عليه قبل أزمة كورونا لسيما إن قطاع السياحة تصل قيمته إلى نحو تسعة تريليونات دولار ويشكل عشر في المئة من الاقتصاد العالمي ومن صحفة القبس نقرى نفتو برينتا يرتفع إلى أكثر من أربعين دولارا مع اقتراب أوبك للتمديد ارتفع نفتو برينتا مساء أمس الأربعاء إلى موفق أربعين دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر وسط إشارة على اقتراب منتج أوبك من الاتفاق على تمديد قصيرا لصفقتهم التاريخية لخفض الانتاج وتفضل روسيا والعديد من الدول الأخرى في المجموعة تمديد تخفيضات الانتاج التي من المقرر أن تخفف من شهر حسينانا فيما تدعو المملكة العربية السعودية من شهر إلى ثلاثة أشهر في دليل أكثر على أن السوق النفط يعيد التوازن وأفد معهد البترول الأميركي أن المخزونات في مركز التخزين في أكلهما تراجعت بمقدار 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مشاهدين وصلنا إلى أخبار التكنولوجيا ونطال فيها وفي أولى أخبارها من صاحبة عكاظ مارك يدافع عن عدم اتخاذ إجراءاتنا ضد منشورات ترامب بعد احتجاج موظفيها قال رئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك للموظفين إنه متمسك بقراره بعدم تحدي المنشورات التحريضية للرئيس الأميركي دونالد ترامب رافضنا التنازل ذلك بعد يوم من تنظيم الموظفين احتجاج عام نادر فيما ترك مجموعة من موظفي فيسبوك العمل واشتكوا من أنه كان يتعين على شركتهم وضع علامة تحذير على منشور ترامب المتعلق بالاحتجاجات الذي رأى كثيرون أنه يمجد العنف وكان أغلب الذين تركوا العمل ممن يعملون في المنزل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد ومن صحيفة الرأي مشاهدين نقرأ الذكاء الاستناغي ينجح في قراءة المخطوطات وترقيم الوثاقة نجح العلماء الروس في ترقيم وثائق تتضمن مقطوطات وذلك بوساطة ذكاء استناغية يستطيع التعرف عليها وتحويلها إلى مطبوعات وأصرح مصمم الأنظمة المعلوماتية الروسية في الأديسلاف قائلا يستخدم نظامنا الذكية ببضع شبكات لخلايا الأعصاب الاستناغية تقوم كل منها بأزاء وظيفة معينة في مرحلة معينة وتستخدم الشركات الروسية تلك التكنولوجيا حاليا في قطاعي الطاقة والبنوك وتم تطبيقها أيضا في أحدى شركات التأمين عند ترقيم طلبات تم إملاؤها يدويا فقرة الثقافة نقرأ من صحيفة الصباح فيلم عراقي يفوز بالمركز الثالث ضمن مسابقة أفضل سيناريو في مصر فزى السيناريو الفيلم القصير اكسسوار بشري بالمركز الثالث ضمن مسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر السينما في مصر للكاتب العراقي نهار حسب الله وعن فيلمه تحدث حسب الله للصباح قائلا تدور الأحداث حول رجل كبير في السن فقد اثنين من أطرافه في إحدى الحروب ليصاب الآن بفيروس كورونا وبعد أن أقصاه الممرضة من المشفى كونه كبير السن امتثالا لما أوعزت به المشاف العالمية بأن الأولوية للشباب في استخدام أجهزة الإنعاش الرئوية طلب الرجل حينها أن يأخذه الممرض إلى أجزائه المدفونة وتنافس 115 فيلما عربيا في مسابقة أفضل سيناريو فيلم روائي قصير يتناول أزمة فيروس كورونا ومن صحفة الدستور نقرأ تأسيس أول تجمع صحفيا عراقيا مصغر لمكافحة تضليل المعلومات تكللت نتائج الدورة الافتراضية لحماية الصحفيين ومكافحة التضليل المعلوماتي في زمن كورونا بالاتفاق على تشكيل أول تجمع صحفيا عراقيا في باب لمكافحة انتشار التضليل المعلوماتي والإعلامية الذي يرافق جائحة كورونا ويقود إلى إذراب في البلد وبين الإعلاميين وبين الإعلامي الرائد الزيديان تجمع تأسس بعد دورة افتراضية نظمتها اليونسكو لعدد من الإعلاميين والصحفيين لتطبيق مضامين مراقبة وفحص المعلومات وتأكد منها بأحدث الأدوات العالمية ومشاهدين إلى فقرة أخبار الرياضة والملائب والكورونا نشرت الدستورة الرياضية رسميا إلغاء الدورية العراقي للموسم الحالي قررت الهيئة التطبيقية إلغاء منافسات الدورية العراقي للموسم الحالي بعد توقف دام نحو شهرين بسبب جائحة كورونا وعقدت الهيئة التطبيقية اجتماعا بممثلية الأندية لمناقشة مصير المسابقة لتخرج بقرار رسمي يقضي بشط بالنتائج وإلغاء الموسم فيما سيتعين تحديد موقد للموسم الجديد وكانت الأندية تطالب بإلغاء الموسم لتعثره منذ البداية وتوقفه أربعة أشهر لأسباب كثيرة آخرها فيروس كورونا المسجد حرصا على سلامة اللاغبين والجمهور ومشاهدين إلى صحيفة الموندو دي بورتيفو الإسبانية حيث نشرت يوفنتوس يغير قناعات ديمبلي بعد اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي مهيئا للرحيل عن بانشيون خلال الانتقالات المقبلة في ظل العروض الأخيرة المقدمة له إذ أكد الصحيفة الموندو دي بورتيفو الإسبانية إنه من المعروف في أن يوفنتوس يرغب في ضم ديمبلي على سبيل الإغارة لأسيما في ظل سجل اللاغب المليء بالإصابات المتكررة قبل أن تكشف عن تطور جديد الموضحة نديبلي ينظر الآن بجدية إلى كل الإمكانيات المقدمة من النادي الإيطالي ضمن العرض خاصة إنه يبحث فعليا عن فرصة أكبر للعب إذن مشاهدين قرأنا لكم أهم أبرز عنوين الصحافة المحلية العربية والعالمية لهذا اليوم أشكر خسنة متابعتكم وأدمتم بخير اشتركوا في القناة